بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله بناء طلاب الصف الثاني وتوسط في درس جديد ومهارة جديدة في مادة التربية البدنية معينا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم سيكون مواد قانونية في كرة القدم لكن دائما ذكر بداية كل درس بالأشياء المهمة التي هي متطلبات النشاط البدني النوم مبكرا ونتجنب السهر أيضا تناول ثلاث وجبات صحية وتكون في المنزل فطور غداء وعشاء وتكون في أوقاتها أيضا لبس اللبس الرياضي المناسب لأداء الأنشطة الرياضية أيضا المكان الآمن ودائما نركز على الأمان في كل شيء خصوصا في ممارسة النشاط البدني كثير إصابات تحصل لأننا نمارس الرياضة في مكان غير آمن يكون آمن من حيث التهوية من حيث عدم وجود عوائق قد تتسبب لك في إصابات لسمح الله فإذا كان المكان غير آمن نتوقف عن ممارسة الأنشطة الرياضية أخيرا شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم ليس فقط أثناء ممارسة النشاط البدني ولكن بزيادة عند آداء الأنشطة الرياضية لماذا؟ لأن الجسم يفقد السوائل أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فالماء يعوض السوائل الذي يفقدها الجسم أثناء ممارسة الرياضة فواد الرياضة دائما نذكر أنها كثيرة وأكيد أنكم حفظتوها تحسن لياقتك أكيد الذي يمارس الرياضة بشكل مستمر ما يتعب أثناء ممارسة الرياضة يكون يؤدي بشكل أكثر وأطول من زمناء الباقين أيضا تحسن صحة عقلك ومزاجك دائما إذا انتهيت من ممارسة الرياضة تجد نفسك دائما مبسوط وسعيد أيضا تظهر شكل جسمك بشكل جميل ومتناسق وتقيك بإذن الله من الأمراض مثل السمنة والسكري وتخليك قادر على ممارسة جميع أعمالك خصوصا الرياضية منها عرفنا المتطلبات يا أبطال عرفنا الفوائد إذا كانت المتطلبات كلها مستوفية عندك وموجودة عندك قفع القدمين حتى ندخل على الإحماء أول تمرين الجري خفيف في المكان لابسين اللبس الرياضي المناسب وقفين في المكان المناسب جري خفيف في المكان جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال بكذا نكون انتهينا من جزء من التمرين الأول رح نزيد الآن في نفس التمرين ولكن نزيد السرعة قليلا قلنا جري خفيف الآن جري متوسط السرعة أو سريع في المكان جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال كذا انتهينا من التمرين أول خلونا ننتقل للتمرين الثاني وهو تبادل فتح القدمين عرضا تبادل فتح القدمين عرضا ضمن قدمين واليدين اليدين في المنتصف ثابتة فقط تبادل فتح القدمين عرضا تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال اليوم ختام وحدة في كرة القدم في السابق ختمنا وحدة كاملة تتعلق في القلب واللياقة القلبية التنفسية والقدرة العضلية وتكلمنا أنه من أهم الأشياء دائما للرياضي أنه إيش يرفع من اللياقة القلبية التنفسية وأداء التمرين باستمرار يرفع لياقتك القلبية التنفسية هذا اللي حصل معنا الآن كنا في فترة راحة نبض القلب وش صار وتكلمنا قبل كيف يكون نبض القلب عند الإنسان من ستين إلى مئة في فترة الراحة وكيف نقيسه بطريقتين عن طريق النبض الكعبري أو السباتي فالآن نبض القلب وش صار فيه ارتفع فإحنا لما يرتفع نبض القلب وش نسوي حتى نستمر في أداة التمرين أبطال كرر عملية الشهيق والزفير ودائما نحاول ربط المواضيع في بعضها ونحاول حتى ترسخ في أذهاننا فالآن عندما نرتفع نبض القلب حتى نستطيع لاستكمال التمرين بكل أرياحية وبسهولة نحاول نكرر عملية الشهيق والزفير بين كل تمرين وتمرين عن طريق صحب الهواء من الأنف وإخراجه بكل هدوء من الفم جاهزيني أبطال مع بعض نسويها من مرتين إلى ثلاث مرات ونعيد تكرار نفس التمرين يا أبطال مرات ثانية نضم القدمين إلى يدين تبادل فتح القدمين القدمين فقط تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول انتهينا من التمرين الثاني خلونا ننتقل مع بعض إلى التمرين الثالث وهو تبادل ثاني الجذع ناحية اليسار عدتين وناحية اليمن عدتين نفتح القدمين قليلا نبدأ بجهة اليسار يد في المنتصف يد فوق الراس ثاني الجذع ناحية اليسار عدتين ناحية اليمن عدتين نبدأ بجهة اليسار تمرين جماعة ابتدي يسار نين يمين أربع وح نين ثلاث أربع يسار نين يمين أربع وح نين ثلاث أربع يسار نين يمين أربع وح نين ثلاث أربع يسار نين يمين أربع وح 2-3-4-1 2-3-4-1 2-3-4-1 2-3-4-1 آخر مرة جماعة قف يعطيكم العافية أبطال انتهينا من أداء ثلاثة ثمارين ننتقل للتمليين الأخير لهذا اليوم قبل لا ندخل للتمليين الأخير نحاول نسوي عملية شهيق الزفير مع بعض أبطال عن طريق سحب الهواء من الأنف وإخراجه بكل هدوء من فهم نسويه من مرتين إلى ثلاث مرات تمليين الأخير مثل ما احنا شايفين تمليين سكوات وهو النزول بشكل مستقيم كاملا والصعود بشكل مستقيم كاملا ما معناتها الصعود بشكل مستقيم ونزول بشكل مستقيم أولا نقف بشكل جيد ما تكون القدمين مفتوحة بشكل كبير أو مغلقة تماما تكون مفتوحة بالتساع الكتفين أو أوسع قليلا تكون اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن أثناء الصعود والنزول أيضا يكون النزول بالجذع بشكل مستقيم فلا يكون في ثني للأمام أو للخلف يكون بشكل مستقيم حتى لا تسبب لك في إصابات في أسفل الظهر أو في الظهر كاملا وحتى تستفيد من التمرين أقصى فائدة الآن فتحنا القدمين باتساع الكتفين أو أوسع قليلا اليدين أمام الجسم لحفظ التوازن نحاول النزول بشكل مستقيم نزول كامل وصعود كامل بشكل مستقيم تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أبطال 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 يعطيكم العافية تحرك قليلا في المكان الآن نمشي قليلا في المكان أكيد أنك حسيت بألام قليلا في القدمين وهذا شيء طبيعي الآن نتحرك في المكان أو نحرك القدمين نفسها في المكان ثم نعيد تكرار نفس التمرين ونذكر أن تكون القدمين مفتوحة بالتساع الكتفين نسويها مع بعض اليدين أمام مقدمة الجسم الجذع ينزل بشكل مستقيم ولا يكون فيه ميلان الخلف نزول كامل وصعود كامل تمرين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال كده نكون انتهينا من الإحمال هذا اليوم ندخل الآن على الإطارات وبشكل سريع نبدأ بعضلة الفخت الخلفية عن طريق النزول والوصول إلى أقصى قدر تستطيع الوصول له وقلنا إذا تبغى توصل إلى آخر مدى يفترض أنك تعطي العضلة نفسها تمرين أكثر حتى تكتسب مرونة أكثر حتى تصل إلى آخر مدى لكن الآن تحاول الوصول إلى أقصى مدى تستطيع أنت الوصول له من دون أن تثني الركبتين حتى تستفيد من التمرين إحساسك بالعضلة الخلفية معنات أنك تؤدي التمرين بشكل جيد نبدأ التمرين بالقدم اليمنى تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال أنتهينا من العضلة الخلفية ننتقل إلى العضلة الأمامية نشعر بالعضلة الأمامية عن طريق التمرين هذا ونحاول أن نتكع على جدار أو على جسم ثابت أو على زميل آخر حتى لا نفقد التوازن ونسقط سوي مع بعضي أبطال تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال قدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال تهين من جزء السفلي خلونا أنتقل الجزء العلوي والتمرين للعضلة الخلفية هنا أو ما تسمى بتراي بالشكل هذا ليد تكون مفروضة بشكل كامل أرجعها ورى ظهري وحاول أدفع الكوع حتى أشعر بالعضلة الخلفية هنا مثل ما هو واضح بالصور جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع تسع عشر اليد الأخرى يا أبطال يد الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال الآن آخر تمرين معنا لهذا اليوم للعضلة الجانبية ودائما نقول سحب اليد اليمنى إلى اليسار باليد اليسرى والعكس حتى تشعر بالعضلة الجانبية هنا جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر اليد الأخرى يا أبطال اليد الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال حمينا بشكل جيد وخذنا إطالات بشكل جيد ولو سألتكم مش فائدة الإحماء أكيد كلكم راح تجاوبون أنه دائما الإحماء يكون هو تمهيد للعضلات من الانتقال من وضع الخمول أو الراحة بعد ما كانت العضلات خاملة إلى تمهيدها حتى تدخل إلى مجهود مرتفع الشدة أدائك للأدائك للإحماء دائما يساعد في محافظتك على لياقتك أيضا يساعد في أنه دائما قبل أي مجهود مرتفع الشدة نشوف لعبين كرة القدم نشوف السباحين نشوف لعبين رياضات جميحة قبل لا يبدون النشاط كاملا يدخلون يسوون إحماء حتى يمهدون للعضلات لتفادي الإصابة كفان الله وإياكم شر الإصابات ندخل ونذكر الآن ما أخذنا في الدرس الماضي كان في وحدة أيضا كرة القدم وهي امتصاص الكرة بالفخت أو ما يسمى بالكنترول مقابلة الكرة برفع الفخت إلى أعلى وعند ملامسته للكرة يتم إنزال الفخت إلى أسفل هذه القاعدة كاملة ترفع الفخت إلى أعلى حتى تستلم الكرة على الفخت ثم تحاول النزول حتى تصل الكرة إلى أسفل وتكون بين القدمين العمل على أن تكون مقابلة الفخت مع الكرة في أعلى وضع ممكن لزيادة درجة امتصاص الكرة الكرة رح تجيك كرة أحيانا قوية رح تكون في مستوى فختك أحاول أرفع الفخت إلى أعلى حتى أحاول أمتصها كلما رفعت الفخت إلى أعلى كلما قدرت أمتص قوة الكرة الكرة في مستوى القدمين وبحسب الحالة الدفاعية والهجومية التي تستخدم فيها عملية الامتصاص وهنا نربطها بالنقطة الأخيرة التي هي تحويل الكرة إلى القدمين أو امتصاصها بغرض توجيهها إلى زميل أو التصويب ملخص المهارة بشكل كامل إحنا قلنا أن الكنترول أو الاستلام أو الامتصاص في كرة القدم هي كرة ممكن تجيك من مسافة قريبة ممكن تجيك من مسافة بعيدة ممكن تجيك كرة عالية أو كرة أرضية معناتها الكرة التي ستصلني أنا كيف سأستلمها إما كنترول بالصدر أو بالكتف أو بالرأس أو بالفخص أو بالقدم جانب القدم الداخلي أو الخارجي باطن القدم وجه القدم جميع أجزاء جسمك كيف تردونك تعرف الامتصاص أو الاستلام بها لكن مهرتنا اليوم للفخص وشرحنا أمثلة كثيرة أو خطوات كثيرة لأداء المهارة والتدرج فيها وذكرنا أول شيء محاولة رفع الفخص بدون كرة هذا واحد محاولة رفع الفخص بدون كرة اثنين وضع كرة وإسقاطها مع أداء خطوات أداء المهارة ثلاثة تمرير الكرة من زميل آخر أربعة محاولة الامتصاص بوجود لاعب منافس وهذا التدرج ذكرناه في أغلب المهارات أنا لما أحاول أرفع فخدي للأعلى أنا معناتها هنا وش أكسب الإحساس بالاستلام أنا لما أرفع فخدي وأنزل أنا هنا وصلت إلى أقصى مدى برفع الفخد وأحاول أني كأني أستلم كرة بعدها أحاول أن أرفع الكرة لنفسي وأنزلها بالفخد أنا هنا قاعدت أدخل للكرة وهي العنصر الأساسي للاستلام وبعدها أقدر أداء المهارة بعدها أجيب زميل لي يحاول يرميل الكرة أحاول أستلمها برفع فخدي بشكل عالي ومحاولة امتصاص الكرة بعدها يبتعد الزميل أكثر فأكثر فتصعب المهارة أكثر فأكثر بعدها يرسل لي كرة أكثر قوة وأكثر سرعة حتى أحاول امتصاصها بشكل سريع رفع الفخد يكون في وقت وتوقيت مناسب حتى أستلم الكرة ليس أستلم الكرة وأنا رافع فخدي على طول لا أرفع الفخد إذا قربت الكرة للمكان المناسب هذا يعتبر احتراف أو مهارة تكتسبها مع تكرار خطوات أداة المهارة ومشاهدة المهارة في مباراية كرة القدم سيكسبك إن شاء الله الدقة هذه لأنك تعرف التوقيت المناسب لرفع الفخد لاستلام الكرة يكون أحيانا بالشكل الجانبي وأحيانا يكون بشكل مواجه أخيرا محاولة امتصاص الكرة بوجود لعب منافس أدخل معك لعب منافس مجرد يرميلك الكرة زميلك يدخل لعب منافس حتى تستطيع امتصاص الكرة وبعدها انزال الكرة إما تمرير الكرة لزميل أو التصويب أو المشي في الكرة فالامتصاص دائما في كرة القدم يكون بعده يفترض أنك تتعلم باقي خطوات أداء المهارة ما أخذت في السابق وما رح تاخذ إن شاء الله لاحقا يفترض أنك تربط المهارات مع بعض أنا مو بس أتعلم الامتصاص لا بعد الامتصاص الكرة يفترض أني تعلم المشي أتعلم التصويب التمرير فيفترض أن نربط جميع الدروس فيما بعضها حتى أصل لمستوى عالي وتكرار أداء المهارات بالخطوات اللي شرحناها سابقا حتى تصل لمستوى عالي طيب في وحدة كرة القدم لما انتهينا من ضرب الكرة بالرأس من الوثب والتمريلة الطويلة وامتصاص الكرة بالفخت اليوم نأخذ درس مهم جدا وهو القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم اللعبة اللي هي لعبة كرة القدم القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم اللعبة لكل رياضة قوانين تحكمها وفي كرة القدم قوانين كثيرة يجب أن يتعرف عليها اللاعب حتى لا يقع في الأخطاء خلاصة الموضوع أي لعبة سواء رياضية أو حتى أنت لما تلعب ألعاب إلكترونية في حال مخالفتك القانون للنظام ستتعرض إلى العقوبة الموجودة حسب نص القانون فعشان نتفاد العقوبة أو الخسارة في اللعب في المنافسات يفترض أني أحفظ القانون قبل أن أتعلم أي مهارة إذا حفظنا القانون نقدر نربطه في المهارات ونصل لمستوى عالي أولاً الكرة خارج الملعب متى تكون الكرة خارج الملعب تعتبر الكرة خارج الملعب عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى أو خط التماس سواء على الأرض أو الهواء ونشرحها هنا على الصورة هنا هذا خط التماس الجانبين هذه كاملة كلها خط التماس مجرد ما تتجاوز الكرة هنا سواء كانت في الهواء أو كانت في الأرض مجرد أنها تكون خلف الخط تكون رمي التماس أو أو لكن إذا كان جزء من الكرة على الخط تعتبر الكرة داخل الملعب لو لامست جزء بسيط منها الخط تعتبر إيش داخل الملعب هنا أيضاً الخط الجانبي للمرمى في حال كان الكرة جزء منها على الخط تعتبر داخل الملعب ولا تزال الكرة داخل اللعب معناتها لكن لما تتجاوز الخط إما أنها تكون ركنية أو تكون ضربة مرمى طيب المادة الثانية أو الكرة خارج الملعب تعتبر كرة خارج الملعب عندما يوقف حكم المباراة حتى لو كانت الكرة هنا تعتبر الكرة خارج الملعب أو خارج اللعب معناتها هنا عندي حالات مجرد أنها تتجاوز الكرة خارج الملعب بكامل محيطها و هنا نزكي على كلمة ذكرت في القانون أنها مهما كانت في الهواء أو كانت على الأرض تعتبر الكرة خارج اللعب إذا كانت في الهواء أو خارج اللعب لماذا كذا؟ لأن في ألعاب أخرى مثلا في رياضة السلة أن الكرة إذا تجاوزت الخط و كانت في الهواء يستطيع اللعب امساكها و يرجعها للملعب مرة ثانية وتعتبر الكرة في اللعب حتى تلمس الكرة الأرض تتجاوز الخط وتلمس الأرض في كرة القدم لا مجرد أنها تتجاوز الخط الخلف المرمى أو جانبي الملعب تعتبر الكرة خارج اللعب الحالة الثانية هي إيقاف الحكم الإنبارات حتى لو كانت الكرة في منتصف اللعب تعتبر كرة خارج اللعب الآن يتوقف اللعب طيب تعتبر كرة في اللعب في كافة الأوقات الأخرى بما في ذلك الحالات التالية إذا ارتدت من قائمة المرمى الكرة تعتبر دائما في اللعب يعني تكون كرة عايدة في جميع أجزاء الملعب تكون في اللعب بما في ذلك الحالات التالية إذا ضربت القائمين أو العارضة أو الركنية قائمة الراية أو داخل الملعب إحنا عندنا أربعة هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا لمست للعلم حق الراية على طول ورجعت للملعب تعتبر الكرة داخل الملعب وليس خارجه لأن خط الراية دائما موجود على خط المرمى فمجرد أن تلمس الكرة زوايا الراية تكون الكرة داخل الملعب معناتها إذا ضربت العارضة أكيد كلكم تتبعون كرة قدم وترجع معناتها أن الكرة لا زرت في الملعب أيضا إذا لمست قائم الركنية أو الراية الركنية معناتها أنه إيش تبقى الكرة داخل الملعب إلا إذا لمست قائم ركنية وخرجت بكامل محيطة من الملعب لكن لما ترجع للملعب ما يتوقف اللعب يستمر تستطيع تسجيل أيضا هدف المادة 11 التسلل المادة 11 هي 11 في قانون كرة القدم يكون اللاعب في موقف تسلل إذا كان أقرب إلى خط مرمى منافسه من كل من الكرة وثاني آخر لاعب من الفريق المنافس تسلل من اسمها يكون متسلل متسلل يكون اللاعب يعني لاعب الفريق اللي أنا ألعب معه متسلل على الفريق الآخر كامل يعني يكون جميع اللاعبين خلفه يكون هو أقرب لخط المرمى الآخر أنا مثلا أمثل فريق ألف أكون أقرب إلى فريق با من جميع اللاعبين لمحانة تسجيل هدف مجرد أني أسلم الكرة وأنا آخر لاعب في الملعب أعتبر متسلل خلونا نشرحها مع بعض هنا هنا الفريق الأزرق مثلا الكرة لما تمررت هنا شايفين الكرة هنا لما تتمرر واللاعب هنا واقف آخر لاعب في الملعب هو لاعب الفريق الأزرق يفترض أن يكون على الخط أو خلف الخط هذا اللي فيه آخر لاعب منافس مجرد ما يتجاوز الخط يعتبر لاعب متسلل حتى لو استلمها وسجلها هدف يعتبر هدف لاغي اثنين لا يكون اللاعب في موقف تسلل متى ما يكون فيه موقف تسلل إذا كان فيه نصف ميدان الملعب الخاص فيه هذا ميدان الفريق الأزرق الكرة لو افترضنا أن الكرة هنا واللاعب واقف هنا لا يعتبر متسلل حتى لو كان جميع لعيبة الخاصمة هنا وهذه دائما تحدث فيه الركنيات إذا كانت ركنية للفريق الأحمر في نهاية اللقاء وجميع اللاعبي الفريق الأحمر هنا لعبة الركنية باقي لاعب واحد مررنا له هو آخر لاعب لا يعتبر متسلل إذا لم يتجاوز خط منتصف ملعبه يعني التسلل يحتسب دائما وين إذا تعدين خط المنتصف إذا تعدين خط المنتصف يبدأ تطبيق قانون التسلل خلف خط المنتصف لملعبي معناتها أنا غير متسلل حتى لو كنت آخر لاعب في الملعب يعني لو افترضنا هنا أنا واقف أنا لا أعتبر متسلل أو لا يطبق قانون التسلل حتى أتجاوز ملعب فريقي وأنتقل إلى خلف خط المنتصف أيضا لا يكون اللاعب في موقف تسلل إذا كان في مستوى واحد مع آخر ثاني لعب من الفريق المنافس معناتها اللاعب الأزرق لو كان واقف هنا لا يكون متسلل لا يكون متسلل لو كان واقف هنا لا يكون متسلل إذا كان بخط واحد مع لعيبة الخصم لا يكون متسلل مجرد أن يتجاوزهم لو بشكل بسيط هنا معناتها اللاعب راح يكون متسلل فدائما يكون واقف بخط واحد مع المدافعين حتى يتجنب الوقوف في مصيدات التسلل لا يكون اللاعب في موقف تسلل إذا كان في مستوى آخر أو عفوا مستوى واحد مع آخر لاعبين اثنين من الفريق المنافس هنا إذا كان بين اثنين لاعبين أو واقف وراهم أو واقف هنا طالما أنه فيه لاعب أقرب له من المرمى معناتها أنه مش متسلل أهم شيء أنه يكون لعيبة المنافس مجرد أنه يتجاوز لعيبة المنافس وتمرر لحظة تمرير الكرة يكون اللاعب في موقف تسلل لكن لو كان هنا لحظة تمرير الكرة لا يكون متسلل طيب في النهاية لازم نعرف أنه التسلل يطبق فيه الآن تكتيكات كبيرة وأيضا يقيم عليه مدربين كثير قوانينه أو عفوا تكتيكاتهم في المباراة ويقع كثير من اللاعبين الاحترافين في التسلل وهذا يرجع دائما لو نربط في المهارة أنه التمرير اختيار التوقيت في الدرس الماضي التمرير الطويلة بالتوقيت عفوا التمرير بالتوقيت المناسب يقيك أنك تقع في مصيد التسلل وتسجل أهداف لكن لما أمرر تمرير طويلة واللاعب في موقف تسلل مهما كانت دقة التمرير وجمال التمريرة ما يفيدك كذا كان اللاعب في موقف تسلل قوانين كرة القدم كثيرة تستطيع تطلع عليها أكثر حتى تتعلم وتصل إلى مستوى عالي خلونا نراجع مع بعض بعض الأسئلة خلونا نشوف الحالة التي أمامنا يعتبر لاعب الفريق الأزرق نشوف لاعب الفريق الأزرق هذا ما لعب الفريق الأزرق قلنا يبدأ تطبيق قانون تسلل متى إذا تجاوز خط المنتصف طيب الآن تجاوزنا خط المنتصف والكرة هنا وانتقلت لللاعب خلف آخر مدافعين فهل اللاعب يعتبر متسلل أم لا إجابة صحيحة اللاعب يعتبر متسلل لأنه آخر اللاعب خلف الفريق المنافس واستلم الكرة وهو في موقف تسلل وكان أقرب للمرمى من لعبة الفريق المنافس فالإجابة اللاعب الأزرق هنا متسلل السؤال الثاني تعتبر الكرة خارج اللعب إذا ارتدت من قائم الراية الركنية حتى لو بقيت داخل الملعب وإحنا تكلمنا هنا في نقطة يا شباب أنه الراية الركنية تكون على خط المرمى فإذا ضربت خط أو عفوا علم الراية ورجعت إلى الملعب تعتبر كرة إيش؟ داخل أو خارج الملعب هنا يكون تعتبر كرة خارج اللعب يعني يتوقف اللعب إما ركنية أو ضربة مرمى فهل هي الإجابة صحيحة أو لا؟ إجابة خاطئة تكون الكرة داخل اللعب إذا ارتدت من قائم الراية وبقيت داخل الملعب تكون داخل اللعب حتى تخرج من الملعب ختاما تأكد أن القانون إذا تعلمته ستصل لمستوى عالي تعلمك لجميع مهارات كرة القدم مهما وصلت من مهارة واحترافية وجهلك في القانون لا تصل إلى مستوى عالي أبدا يفترض أنك تعلم القانون تربط أيضا بالمهارات التي تعلمتها أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا استمتعتوا معنا في درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه في أمان الله